تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وأكد زين أن ثورة يوليو ستظل محفورة في عقل ووجدان الشعب المصري التي أكدت على العلاقة القوية والتاريخية بين الشعب وجيشه العظيم حيث تكاتفت وتلحمت فيها قوى الشعب المصري مع جيشه الوطني نحو تحقيق أهداف النبيلة وهي إرساء العدالة والحرية والحفاظ على الوطن مضيفا أن تلك الروح والعلاقة القوية بين كافة طوائف الشعب وجيشه وشرطته ستظل مستمرة ومحفوظة بعناية الله على مر التاريخ